اشتركوا في القناة على طمس معالم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم يمر شعبيا هذا العام على جموع سكان امانة العاصمة ومحافظة صرعاء بشكل عفوي حيث ادت الممارسات الحوثية طوال العام لخروج الجماهير بشكل شعبي دون موجود اي ترتبات حزبية او توجيه سياسي ما يأكس بان الجمهورية فعليا باقية في صدور العامة ولا مجال لتجري فيها وقبل ان تكون رسالة للحوثيين الرسالة الشعبية للسياسين المناهضين لميليشيات الحوثي رسالة مفادها بان الشعب يتوق للحرية والتخلص من الظلم الواقع على كاهله مجبرا وان الجمهورية هي هواء يتنفسه الاحرار فاذا اذعن السياسيون للاملاءات الدولية فالشعب طالب للتحرر وينقص هذا الامل تحرك سياسي حقيقي وعسكري جاد لخلاء عباءة الاماميين الجدد من على ظهر صنعاء الاحتفال الشعبي الاول في صنعاء يأتي بعد ثمان سنوات من الحرب ولا يعد في اي قاموس حدث يمر مرور الكرام لكنه نهج يجب تعزيزه بانتصارات حقيقية على الشقين السياسي والعسكري لاعادة الامل الى ارواح من اثقل عليهم الكهنوت بنسخة الايرانية الحالية فالكل في صنعاء ومناطق الحوثيين يطمح لاستعادة جمهوريته ومؤسسات دولته فما يقوم به الحوثيون ليس قليلا بحق الشعب يريد ان يعيش تحت سقف دولة تضمن له الكرامة وتوفر له مطلبا من العيش تقع على عاتق السياسيين والعسكريين مسؤولية تحرير الشعب لا جرى الحوثيين الى هدى فقط بها ادراج الانتهاكات وتسهيلها للميليشيات من التمكن يوما بعد اخر من رقاب اليمنيين فهل هناك من يلبي للشعب رغبته في التخلص من الحوثيين وهل هناك من يملك قرارا سياسيا للتحرير فالشعب على اشده لمساندته